أعوذ بالله من الشيطان الخارجين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مؤمنين تنزيل الكذاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنزل قضما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استفى على العشر ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتأكدون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره والفسنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي يحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من عاطين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئد قليلا مما تشعون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أي من مال في خلق جديد بل هم بالقاء ربي كافرون قل يتوفاكم ملك موت الذي يبتل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رقوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إننا موطنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القوم مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخند مما كنتم تعمتون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبقوا بحمد ربهم وأهم لا يستكبرون فتجافى جنوبهم عن المغاجع يدعون ربهم خوفهم وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعيون جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤملا كمن كان فاسقا لا يستغلون أما الذين آمنوا وعملوا صالحات فلهم جلنات مأوى نظلم لما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنت به تكذبون ولنذيقا إنهم من العذاب الأدنادون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم مما ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا روسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه واجعلنا هودا لبني إسرائيل واجعلنا منهم أئمة يهدون بأبنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يصن بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يصنعون أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به ذرعا إن تأكلوا منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يمصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين واليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم لا ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون اشتركوا في القناة